طيب ننتقل إلى الباب التالي باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله إني أريد أن أنكحك حتى ابنتي هاتين إلى قوله على ما نقول وكيل يأجر فلا من يعطيه أجرا ومنه في التعزي آجرك الله نعم باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل لم يبين له العمل كيف يستأجر أجيرا ولا يبين له العمل فضل كان لديه قدرات مبين عليه أنا استأجر أجيرا لكن ما يجب أن يكون شغل اللي راح يشتغله أو العمل اللي يعمل لم يحدد له العمل في عميرا لأنه كان جميل وقال مفتور حدد له مدة قال تأتيني لمدة أسر ولك أجر كذلك هذا غرر تقول له تعال عندي أسبوع وأعطيك المال وبس يجي يلاقيك إيش بدك تحمل صخور صخر بموت على طول هذا غرر ومتقدر أعطيتك أنا أسبوع أسبوع بس فكرك بدك إيش أنظف لك على باب البيت أحمل صخر أنا لا هذا غرر هذا الرجل الصالح ومنهم من يقول شعيب عليه الصلاة والسلام وما عندنا شيء ثابت لكن العرف معروف سوف يعمل عنده ماذا سيعمل لرعي الغنام ومع ذلك أعطاه مكافأة وهي أنه يزوجه إحدى ابنتيه إحدى ابنتيه طب اسمع الآن ولم يبين له العمل أي باللفظ وإنما المرجع إلى العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا العادة محكمة لقوله طبعا لقوله في قول البخار لقوله هذا إيش يميل إلى ماذا يميل إلى الجواز نعم يميل إلى الجواز لقوله إني يريد أن أنكحك إحدى ابنتيهتين طيب ماذا يصبح معنا التبويب إذن هذا باب في بيان جواز استأجار أجيرا لا هي الأمر مربوط نعم الراجح الجواز لكن في خلاف من في خلاف هذا باب في بيان حكم من في بيان حكم من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل قال يأجر فلانا يعطيه أجرا يعطيها أجرا أي نعم مقابل العمل وتكون له أجيرا ومنه في التازي آجرك الله آجرك الله أي نعم يثيبك الله يثيبك الله على صبرك في احتسابك طيب الآن طيب الآن شيء مهم أولا يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع هاتين أو مع هذه الفتاة ومع هذا قصة مذكورة في القرآن ولكن الإمام البخاري أراد أنه لا يسترد تحديد اللظ لماذا؟ لأن العادة محكمة الأمر الآخر طيب سؤال يعني هل موسى عليه الصلاة والسلام قضى بأقل الأجل أم بأكثر الأجل وكيف عرفت يعني أعطى اتفق معه ثمانية حجج فإن أنت ممت عشرا فمن عندك هل أتم ثمانية أم عشرة وكيف عرفت كيف عرفت حقيقة في تفسير أي الأجلين قضيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت جبريل من الذي سأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الأجلين قضى موسى عليه السلام قال أكملهما وأتمهما طبعا الشيخ الألباني خرجه في الصحيحة رقم ثمانين وثمانمائة وألف من الفوائد والأحكام قال الشيخ من عثيمين ليس فيه احتجاج على عقد النكاح على المبهمة هل هل عقد النكاح كان على مبهمة؟ احد ابنتين كيف عرفت؟ لأن التي خاطبته ودعته إلى بيت أبيها هي التي تزوجك لأن هذا عرض فقط إني أريد أن أونكها كإحدى ابنتين هاتين هذا إيش؟ عرض لكن أنت الذي تختار فرح لبهم هاي بنتين اختار البدك إياهم قال وفيه نصح الوالد لبناته وينبغي للإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة قوي في زماننا إيش يعني قوي؟ بلعب حديد؟ نعم يتكسب شو حضرتك بتشتغل؟ أعزة لما أنا من غير ما أشتغل بصرف على الدار عايش إيش؟ بعل أو صهيف حافظ الفوض السوق هيك في السوق بسمونه بعايش بعل كتير الله هذا ما بنعطر بعل يورث زوجته إيش؟ الذل وهو في كمان عضلاته والأمانة تظهر في الديانة والاستقامة وقال فيه أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها بما دل عليها على كل حال بهذا نكتفي وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحة الله ترجمة نانسي قنقر